بحضور سعادة سيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة اختتمت فعاليات برنامج الاختراعات العلمية الشبابية وهو عبارة عن برنامج علمي يهدف لتشجيع الشباب البحريني على انتاج واختراع منتجات هادفة يتم عرضها على المستثمرين بمملكة البحرين برنامج فريد من نوعه يسعى الى اطلاق شباب مخترع في عالم الاختراعات والابتكارات على المستوى المحلي والعالمي انطلق في نسخته الثانية ليرفع راية البحرين عاليا من خلال اختراعات متفردة في الفكرة والاداء والمضمون تنافس فيه ستة وعشرون فريقا مروا بثلاث مراحل لتصل خمس فرق الى المرحلة النهائية ويفوز واحد منهم بالمركز الاول برنامج انفنشن يعتبر برامج الاولى في البحرين اللي تدعم الاختراع في البحرين برنامج الاختراعات الشبابية احنا فكرة البرنامج ان اي شخص عندنا اي فكرة ومو عارف شون يطبقها ومو عارف شون يبتلي فيها يسجف برنامج انفنشن واحنا بدورنا نساهم في مساعدة هذين الاشخاص فاننا يستعدون ويبتدون البروجيكت مالهم وخصوصا ان احنا ندخلهم في ورش عمل سواء كانت ورش عمل عامة او خاصة حق البرنامج برنامج المرشل للاحظت من النسخة الاولى والنسخة اثنانية في تطور في المشاركات في تميز في منافسة صارت شكل منافسة اصبح اكبر وصار في اليوم مفهوم يديد للبحرينيين بانه هما يببون يكونون قيمة مضافة لمجتمعاتهم عن طريق الاختراعات اللي اهم قاعدين يقدمونها للمجتمع البحريني باسم املكة البحرين باب المشاركة كان مفتوح من عمر 18 و30 سنة الحلو ان البرنامج ما قاعد يحدد نوعية الاختراع اللي لازم تشارك فيه او شنو المميزات مفتوح لكل الاختراعات اللي قابلة للتطبيق اللي راح يكون لها افادة بذن الله للمجتمع والعالم بشكل عام منافسة قوية بين خمس اختراعات اقل ما يقال عنها انها خلاقة تنافست على المركز الاول ففاز فريق سبيدستب من خلال اختراعهم حذاء الكفيف الذكي والذي يمكن الكفيف من الاعتماد على نفسه في التناقلاته ليكون بمثابة المرشد له في كل مكان تطأه قدماه اختراعنا عبارة عن حذاء اللي هو مصمم اللي هو الفئة المجتمعية فئة المكفوفين يقيس هذا الحذاء مبرمج اليه بالاردوينو اللي هو يقيس الينا الحواجز بشرط ان تقع الحواجز في حدود اللي هي من ثلاثين سانتي الى مئة وخمسين سانتي يصدر اليه صوت واحتزاز ينبه له الشخص الكفيف انه فيه حاجز امامه ليشعره شوي له رفع الحرج عند طلب المساعدة من الاخرين ويشعره بالاستقلالية والامان عند التحرك اللي هو في البيئة المحيطة مخترعو انفنشن هم سفراء مملكة البحرين في معرض الاختراعات الدولي للشرق الاوسط الذي سيقام في دولة الكويت يناير المقبل متأملين تحقيق المراكز الاولى اسوة بمن سبقوهم في نسخة البرنامج الاولى ليحققوا بذلك اهم الاهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها والمتمثلة في تنمية الجانب الابداعي لدى المشاركين في مجالات الاختراع تمهيدا لدفعهم للولوج في مجال الصناعة والاختراع افكار وابداعات اطلقها شباب مبدع ومفكر باسلوب علمي مبتكر تقدم خدماتها لأفراد المجتمع باسلوب ذكي ومبتكر خولة لقرينيس لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر